تخيل معين دلوقتي حالاً بيحصل تباطؤ لدوران كوكب الأرض حوالين نفسه نتيجة لكرسة من صنع البشر على نهر النيل يا ترى ايه اللي خطر على بالك حالاً؟ أيوه هو سد النهضة اللي تم بنائه في أسيوبيا وخزن حالياً ما يقارب الـ 74 مليار متر مكعب من المياه وده بالرغم من تحذير كتير من العلماء على مستوى العالم من بناء سد عملاق بالحجم والتصميم ده وفي المكان ده بالتحديد أنا عايز أقولك إن اليوم حالياً أصبح أطول من اليوم الطبيعي قبل بناء سد النهضة وده نتيجة لتباطؤ غريب تم رصده بالفعل من مجرد أيام وليلة باستخدام الأقمار الصناعية حوالين الأرض فأخطار السد تخطط مجرد الفيضانات العملاقة اللي بتهدد مصر والسودان نتيجة لتشققات ممكن تنتج من أنشطة زلزالية في المستقبل وامتد الخطر لتلاعب في طبيعة كوكب الأرض بالكامل وبالتالي التأثير على العالم كله بشكل غريب ومريب فأسيوبيا أتمت الملء الرابع والأخير لسد النهضة العملاق من مجرد أيام وليلة وبالتالي تحول السد الجديد لقنبلة موقوطة في القرى الأفريقية ودول المصب بشكل خاص بالإضافة للعالم أجمع في حالة انهيار السد أو حتى تشغيله بساعة العملاقة من المية المختزنة لكن للأسف الموضوع ما وقفش الحد هنا وبس لأن تم الأعلان رسميا عن توقف كل النقاشات السلمية والسياسية تماما بخصوص السد واللي بدوره قد يسمح بالتدخل العسكري اللي قد يهدد سلامة هيكل سد النهضة وبالتالي حدوث كل السيناريوهات اللي توقعها العلماء من وقت الإعلان عن بداية العمل على المشروع من عشر سنين كاملة فالمشاهد الحية والحقيقية اللي حتشوفها حالاً حتثبت لك ولأول مرة إننا بالفعل في مواجهة مشكلة مرعبة هي الأسوأ في تاريخ قرد أفريقيا والعالم بالكامل واللي قد تكرر نفس السيناريو لغرق مدينة دارنا في ليبيا من جديد لكن في مصر والسودان خلال الأيام القادمة وكل ده وأكتر حنعرفه مع بعض النهاردة أهلاً بيكم أنا محمود حجاب بس قبل ما نبدأ لو لسه جديد في القناة ما تنساش تعمل سبسكرايب وتفعل زر الجرس عشان توصلك فيديوهاتنا أول بأول جاهزين؟ يلا بينا على مر الزمان ونهر النيل هو شريان الحياة لـ 11 دولة أفريقية واستمر كجزء لا يتجزأ من كل الحضارات بمرور آلاف السنين والتعدي على النهر ببناء السدود أو حتى بعض الموانع المائية اللي ممكن تعطل سريانه ممنوع تماماً طبقاً لكل القوانين الدولية لأنه بيهدد سلامة وأمن كل الدول الواقعة على شريان الحياة وخاصة دول المصب فالقانون الدولي بينص على إن أي مشروع يتم بناءه أو العمل عليه على أي نهر في العالم لازم تشارك فيه كل الدول المطلة عليه بلا استثناء لكن اللي حصل حالياً من أسيوبيا مثل تحدي فاضح لكل دول المصب وخاصة مصر والسودان واللي تعتبر حالياً أكتر الدول تهديداً بالغرق التام بمجرد انهيار سد النهضة سواء بزلزال أو حتى أي أعمال تخريبية بل والسيناريو الأخطر هو انهيار السد العالي لفشله في استيعاب قوة الاندفاع الرهيبة للمية وقت انهيار سد النهضة لكن في الواقع وبداية من اللحظة ديه أنا ححاول قدر الإمكان أني ما خوفكش من فكرة انهيار السد لأنها بالفعل واردة وتكلم عنها الكتير قبل كده لكن حكلمك من زاوية تانية خالص يمكن أخطر من انهيار سد النهضة بألاف المرات وعشان كده عايزك تركز معايا بداية من دلوقتي لأنك حرفياً حتسمع الكلام ده لأول مرة فسد النهضة هو السد الأكبر والأعظم في قرة أفريقيا والعاشر على مستوى العالم وبيقى على النيل الأزرق قبل حدود السودان بحوالي 15 كيلو متر تقريباً وفكرة عمل السد بمنتهى البساطة واللي تم اختيار مكانه بمنتهى الدقة بين جبالين كحاجز طبيعي للمية بأن السد تم بنائه وتصميمه من خرصانة وحجارة من نوع خاص ومميز قادر على حجز وتخزين المية القادمة من مصاب النيل في الجنوب في ناحية من السد أما الناحية التانية من السد فهي اللي بيكون فيها الشغل كله بسقوط للمية من ارتفاعات شاهقة بتوصل لعشرات الأمطار وكل ده بتأثير قوة الجاذبية وبالتالي وقت سقوط المية من الارتفاع الرهيب ده بتمر على 13 توربينة ميكانيكية واللي بتقدر انها تدور بسرعات عالية قدرة على توليد الطاقة الكهربية وتغزي محططين للكهربا موجودين بداخل السد واللي بدورهم بيوفروا الطاقة لأول مرة لأسيوبيا بالكامل بعدما كانت الكهرباء بتمثل المشكلة الأعظم ليها وكل الدول المحيطة بيها لسنين طويلة لكن دلوقتي وبالرغم من ان أسيوبيا تعتبر حلة مشكلة الطاقة تماما الا انها في نفس الوقت سببت مشكلة كارثية لمصر والسودان لان تبقى للاتفاقية اللي توقعت بين مصر والسودان وأسيوبيا بخصوص الحصص من المية العزبة اللي بتوصلهم من نهر النيل فمصر من حقها 55 مليار و 500 مليون متر مكعب من المية العزبة سنويا في حين ان السودان بتحصل على 18 مليار و 500 مليون متر مكعب من المية العزبة وبالتالي بعد بناء سد النهضة وصلت حصة مصر والسودان من المية العزبة لما يقارب نص الكمية في الوقت اللي بتحصل فيه أسيوبيا على حق تخزين ما يقارب الـ 74 مليار متر مكعب من المية ولو حتى بدون استخدام تماما لكن لو افترضنا ان المية كانت كافية خلال السنين اللي جاية باستخدام بحيرة ناصر في مصر والمياه المخزنة ورا السد العالي فيطرى ليه العالم كله مقلوب حاليا يمكن أكتر من مصر والسودان بعد اكتمال الملء الرابع والأخير لسد النهضة في الواقع ان سد النهضة وتبقى لتصريح البروفيسور المهندس المصري عباس شراقي بيأكد ان سد النهضة هو قنبلة موقوطة بانتظار ساعة الصفر والقوة التدميرية المتوقعة لانهيار السد قد تعادل انفجار ألف قنبلة نووية خاصة ان سد النهضة بيقع في منطقة الأخدود الأفريقي واللي تعتبر أنشط منطقة جيولوجية وزلزالية في قرة أفريقيا بالكامل وده بالإضافة لارتفاع منسوب المنبع عن منسوب المصب بحوالي 4000 متر تقريبا وبالتالي اندفاع مرعب للمياه خلال النهر خاصة وقت الفيضانات العملاقة واللي حيكون قادر على تحريك آلاف الأطنان من الطمي بقوة التصادمية اللي تقدر تهدم أقوى السدود خلال مجرد أسابيع من تراكمها عليه بشكل متكرر فالخبير المصري عباس شراقي قال بالحرف الواحد اللي هتسمعه حالا سد النهضة من أشد السدود خطورة على حياة الإنسان وهو دخل بالفعل دائرة الخطر الكارثي على كل من مصر والسودان وده لأن التصميم الأصلي لسد النهضة واللي صممه خبراء ومهندسين من الولايات المتحدة الأمريكية كان بينص على أن الساعة التغزينية للسد لا يجب أن تزيد عن 11 مليار متر مكعب من المياه إلا أن تم عمل تعديلات سرية على السد بطول بيوصل ل 1700 متر وساعة تغزينية تقدر ب74 مليار متر مكعب من المياه العزبة فكل المطلوب حاليا هو زلزال عنيف مشابه لزلزال المغرب أو حتى زلزال مشابه لزلزال اليابان من أيام وساعتها هيحصل طوفان مائي مدمر لم يشهده البشر من فجر التاريخ على كوكب الأرض وبالتالي تهديد مباشر لكل أهل السودان وجنوب مصر بعدد للسكان قد يصل ل30 مليون إنسان وبالفعل صمم المهندسين محاكاه لانهيار سد النهضة والنتيجة كانت حرفيا كارثية وزي ما هتسمعها حالا فالمسافة من سد النهضة للحدود الجنوبية في مصر هي حوالي 2000 كيلو متر تقريبا ولحظة انهيار السد هتبدأ المياه تنطلق وكأنها طوفان عملاق واللي هيستغرق حوالي 6 أيام عشان يوصل لمدينة أسوان في جنوب مصر وبالرغم من إن مصر هتمتلك حل سريع وقتها للتعامل مع الكارثة ومنع انهيار السد العالي سواء بفتح مفيد توشكا أو أناطر فارسكور إلا إن الأراضي الزراعية كلها في الحدود الجنوبية لمصر هتغرق حرفيا بلا أي أمل لزراعتها من جديد لعشرات من السنين أما بالنسبة للسودان فللأسف المصير هيكون كارثي بلا رحمة بغرق كل المدن المطلة بشكل مباشر على النيل بدون أي وسيلة دفاعية إطلاقا لكن يطرى إزاي سد النهضة هيأثر على دوران الأرض ويخليه يتباطئ ويزود طول اليوم الطبيعي بأكتر من 24 ساعة في الواقع إن مجرد الوصول لتأثير سد النهضة على دوران كوكب الأرض مش بيحصل للمرة الأولى بل بيحصل للمرة التانية بالتحديد بعد سد الممرات الثلاثة في الصين في قرة أسيا بسعة الاستيعابية اللي بتوصل لـ 43 مليار متر مكعب من المياه وطوله اللي يقدر بـ 2300 متر ونتيجة للضغط الرهيب للمياه المختزنة ورى سد الممرات الثلاثة في الصين أدى لتغيرات ملحوظة بالأهجزة العلمية الدقيقة لسرعة دوران الأرض ونفس الكلام ده بينطبق على سد النهضة تماما لكن في حالتنا النهاردة فسد النهضة بيخزن 74 مليار متر مكعب من المياه فلك أن تتخيل تأثير العملاق والكارثي على سرعة دوران كوكب الأرض بمرور السنين في المستقبل فسد النهضة بيأثر على دوران الأرض بظاهرة فيزيائية بتسمى علميا بعزم القصور الزاتي أو المومنت أوف انيرشا واللي بتمثل كمية التغيرات اللي بتحصل في العزم حوالين مركز أو محور الدوران لكن من دون الدخول في أي تفاصيل فيزيائية معقدة عايزك تشوف المشهد اللي قدامك حالا فلو فرد الشخص دراعاته الاثنين حيتحرك بحركة بطيئة نسبيا لكن لو ضم دراعاته الاثنين جنب جسمه مباشرة حتبدأ سرعته في الدوران حوالين نفسه تزيد بشكل ملحوظ وده لأن كل ما مساحة الكتلة لجسم ما تصغر بتزيد سرعة الدوران وحوالين نفسه وكل ما تزيد تقل سرعة الدوران وبما إن سد النهضة ممتد لحوالي 1700 متر تقريبا فمعنى كده إن مساحة الكتلة بتكون كبيرة جدا لدرجة إنها بتأثر بشكل مباشر على دوران كوكب الأرض بالكامل واللي قد يصل في المستقبل لتغيير شامل في كل ساعات الأرض والأقمار الصناعية حوالين الكوكب لكن لحسن الحظ الكلام ده عشان يحصل فحيحتاج لعشرات من السنين واللي اعتقد إن السد وقتها حيكون توقف تماما وخرج عن الخدمة لكن السؤال دلوقتي يا طرى بعد كل اللي سمعته النهاردة هل تعتقد إن تكرار بناء البشر للسدود العملاقة قد يكون سبب مباشر في توقف دوران الأرض تماما ونهاية الحياة على الكوكب بالفعل؟ مستنى نعرف رأيكم في الكومنتات